نظم الناد الثقافي جلسة حوارية حول تجربة صالون الفرهدي والدور الثقافي للراحل السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي ونشاطه في الفعاليات الأدبية والثقافية شارك في الجلسة عدد من المهتمين والأدباء لسبري سيرته العلمية والثقافية عدة محاور في جلسة حوارية ناقشها عدد من المهتمين والأدباء في الناد الثقافي تناولت السيرة الثقافية للراحل السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي ومسيرته التعليمية وفكرته وأبرز مشاركاته الثقافية في سلطنة عمان وخارجها تطواف جميل قدمها النادي الثقافي اليوم حول شخصية الراحل السيد عبدالله بن حمد البوسعيدي وتحديدا عن دوره الثقافي وكذلك أيضا إسهاماته خلال فترة وجوده هنا في السلطنة ومن ثم سفيرا لسلطنة عمان لدى تونس ومنها أيضا لمصر وربما صالون الفراهيدي واحد من أبرز التمظهرات الثقافية على المستوى العربي وكان محب للثقافة حقيقة يعني وكان يسعى وراءها ما كان ينتظر الدعوات الرسمية وكان يسعى وراءها لأن رجل الثقافة رجل من الطراز المحبين للثقافة ومحبي لعمان وتاريخ عمان حقيقة ومن صالون الفراهيدي الواحد يستنتج هذا كله صالون الفراهيدي الذي أنشأه السيد عبدالله بن حمد البسعيدي جاءت فكرته في إطار تعزيز التكامل الثقافي العربي حيث جمع بين الثقافة والفكر العماني والفكر العربي في جمهورية مصر العربية وانتمت حلقاته إلى مختلف الأوساط الثقافية فهو صالون أدبي عربي ثقافي تلخصت الجلسة الحوارية هذه في إبراز دور السيد عبدالله بن حمد البسعيدي في دعم الحراك الثقافي من خلال رعايته وحضوره ومداخلاته في الندوات ووضع علاقاته الثقافية في خدمة المشهد الثقافي حيث كان رحمه الله يحتفظ بعلاقات إنسانية عميقة مع إبراز دور الثقافة العربية وكان من مؤسسي الجمعية العمانية للكتاب والأدباء إبراهيم بن سالم الهادي من الناد الثقافي محافظة مسقط